سايلو فود المرحلة التانية لا يخرج عن هذا السياق سايلو فود من أكبر من مجمعات الصناعية المصرية اللي الدولة المصرية خصصتها ووجهتها من أجل الاهتمام بصحة الطفل وده مكون تاني ومهم جدا في التجربة التنموية المصرية أنك أنت بتقدمي تجربة شاملة في كافة القطاعات أولوياتها وفقا للستراتيجية المصرية للتنمية أولوياتها واضحة تماما للي قدر يفهم اللي مش عايز يفهم هو ماشي في طريق مش شايف إيه اللي بيحصل إنما أولويات التنمية المصرية في هذه المرحلة أنك أنت تتوجه إلى هذا القطاع المهم من الشعب المصري أطفال مصر مستقبل مصر بالضمانات اللازمة التي يمكن أن توفر لهم غذاء صحيا آمنا وفقا للمواصفات الدولية ووفقا للاشتراتات الدولية في الطريق في مجموعة من الصعاب أكيد أنك أنت بتشوفي أن في بعض المدارس لا تصلح الحصص في بعض المدارس بتصلح الحصص على مدى أيام متفوتة إنما في النهاية هناك دولة تخطط من أجل توفير هذه المنظومة الغذائية بصورة كاملة للطفل المصري على الأرض الواقع النهاردة إحنا كنا بنشوف افتتاح مصنع للألبان بنشوف تطوير مصنع البسكوت بنشوف تطوير التغليف والتهيئة لهذه المنظومة الغذائية الحقيقة تطورات مهمة جدا على الأرض الدولة المصرية بتنهاجها من أجل توفير الصحة الصحة الجزائية للطفل المصري وده أمر مهم جدا في الاستراتيجية التنموية المصرية ترجمة نانسي قنقر